طيب في ناس يا دكتور ما حالفهمش الحظ وما أخدوش أجازة وما زفروش وكلوا شغالين هل الناس دي لازم يعني ياخدوا برضو أجازة يفصلوا ولا يعني نفسيا من الكلام نفسيا هل نفسيا لازم يفصلوا برضو ولا لو حد قادر أو حد مش حاسس ان هو محتاج أجازة ممكن يكمل ويوصل العمل حدريك شايفة ان الفصلة دي مهمة جدا يعني مهمة للصحة النفسية جدا هو لازم يفصلوا عشان مش قادر يتحمل بالصراحة مهمة جدا جدا وأنا يعني يعني براسل الناس اللي هما بيحبوا العمل قوي على فكرة ده مش صح لنفسيتك لسبب بسيط ده هيبتدي على اللونجرون يعملك زي عزلة اجتماعية وإدمان للعمل وفيه ناس بتبقى مش مصدق ان هو مضمن عمل وده بيتعبوا على اللونجرون بيلاقي نفسه على فكرة وحيد في الآخر وحيد يعني لا يجد متعته في التواجد وسط مجتمع وسط الناس شايف ان مكانه هو العمل بس ومع الوقت بتبتدي مهارات يعني التواصل الاجتماعي مع الآخرين بيبتدي ينقطع بينه وبين اللي حواليه بيبتدي اي مناسبات بقى لانه خلاص ميدي اولوية للعمل هو ميدي اولوية للعمل فبالتالي بعد وقت هيلاقي نفسه الوحده على الكوكب على فكرة او مش محبوب يعني او مش محبوب لان كثير من اللي حواليه حابين ان هما يعني ان هو يبقى بيشاركهم في المناسبات بالذات اهله يعني بالذات الناس اللي هما الاسرة بتاعته يعني ممكن يبقى يعني انا نفس اقول الناس اللي هما عندهم شركات واعمال لما تبقى في اجازة لا اقعد مع اولادك حسسهم بالتواجد على فكرة الكلام ده انا بسمعه ساعات من اطفال اني حتى بابا لما كان معنا وكنا مسافرين لا او ما كانش بينزل معنا كان بيعمل شغل يعني بص يقد ايه الطفل بيبقى عنده سنسر ان الوالدين بيشاركوه ولا هما منشغلين واللحظات دي على فكرة انت بتصنع ماضي يعني ذكريات طبعا ما تفرق بتبني ذكريات اولادا بالوقتي ذكرياتهم معك في العيد وان انت تشاركهم وان انت تفرع بمب معاهم وان انت الحياة دي حلوة عايزين يعني نشعلها تاني عشان نرجع عالم المشاعر مرة اخرى لعالمنا الالكتروني المعاصر طيب احنا دايما في الاجازات بنصهر بروحاتنا يعني غريبة شاب المصري يشغلوا الصبح بيصحى الساعة خمسة ساعة ستة الصبح انما في الاجازات بننام الساعة خمسة والنام الساعة ستة ازاي نرجع نزبط الدنيا تاني؟ بالتدريج يعني بلاش يبقى فجأة يعني نحاول على قد ما نقدر نبتدي ان احنا طبعا عشان احنا خارجين كنا من رمضان فاغلبنا كان بينام مثلا بعد صلاة الفجر نحاول بقى ان احنا نرجع بالتدريج ان احنا نرجع يعني ننام بدري شوية علشان الجسم يتقبل انا عايز اقول لكم حاجة المصطلح الاريافة لما انت بتنقل من حالة لحالة لجسمك الاريافة الخلايا نفسها جوه جسمك بتبتدي تتسارع مع بعضها بجد والله ده سبب الاريافة اه يعني ده المسمى العلمي اللي بنقول عليه الساعة البيولوجية للجسم اشتركوا في القناة